السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنعمل مع بعض محشي ورق العنب بطريقة روعة ولا ألز ولا أحلى من كده لو اتبعت كل الخطوات اللي أنا عملتها في الفيديو وخدت بكل النصيح اللي أنا هقولك عليها هتعملي أحلى محشي ورق العنب ولو بتعملي بطريقة مختلفة شوف الطريقة دي وجربيها متأكدا أنها تعجبك وهتجربيها ولو أول مرة برضو هتعملي ورق العنب أو محشي ورق العنب أنصحك تتفرجي على الفيديو ده للآخر لو حتى عملتيه لأول مرة الكل هينبهر بجماله وبحلوته وبطعمته تشوفي الفيديو علشان تتعلمي الطريقة ولو عملتيها وطلعت معاك نكحة ما تنسيش ترجعلي الفيديو وتكتبي تحت التعليقات إن الطريقة طلعت نكحة معاك علشان الكل يستفيد ويلا بينا نشوف طريقة التحضير أول حاجة هنعملها مع بعض إننا هنبتدي نسلق ورق العنب بتاعنا في حلة فيها مية زي ما أنت شايفة كده هضيف فيها ملعقة من الملح ملعقة كبيرة من الملح واسبها على النار لحد ما تبتدي توصل لدرجة الغليان في الوقت ده هكون جايبة ورق العنب بتاعي ويه هخسله كده في طبق مليان مية هخسله كويس جدا من أي شوائب أو أي طينة أنا عادة بس بخسل ورق العنب قبل مسلقه لازم تخسله من أي شوائب فيها علشان يكون نظيف لأن احنا عارفين إن كل الورقيات لازم تتغسل بشكله كويس لأن بيكون فيها حاجات مش كويسة بعد ما غسلت ورق العنب بتاعي هيكون المية ابتدت توصل لدرجة الغليان زي ما أنت شايفة كده هنزل بورق العنب بتاعي في الحلة لحد ما تاخد الكمية المناسبة هسيب ورق العنب يتسلق براحته حوالي 5 دايق مثلا هتعرفي إزاي إن ورق العنب بتاعك تسلق وبقى تمام أول ما تمسكي العود بتاعه كده وتخلعيه هيتخلع معاك بكل سهولة بدون أي مقاومة يبقى كده ورق العنب بتاعك تسلق وعادة ورق العنب أول ما بينزل في المية بيبتدي لونه يقلب على اللون الزيتي التقيل زي ما أنت شايفة كده ده دليل إن ورق العنب بدأ يدخل فيه التسوية وقال بيه باستمرار علشان كل الكمية بتاعتك تاخد نفس درجة التسوية هكون معاك خطوة بخطوة في محشي ورق العنب من بداية السلق لحد ما نحشيل ولحد ما نسويه ونخرج بالطبق النهائي أو الشكل النهائي على الصفرة بعد ما ورق العنب بتاعك يتسلق وياخد التسوية بتاعتك المصبوطة هتبتدي تشيليه من المية ويصفيه كويس من المية وخلي بالك علشان المية بتكون استخنة جدا وربنا يسلمنا جميعا دايما وانت في المطبق خلي بالك من البتجاز من النار من أي حاجة ممكن تضرب سلامتك الشخصية بعيد الشر ده ضروري جدا جدا نحن طبعا هنعمل أحلى أكله وبرضو هنحافظ على سلامتنا الشخصية بعد كده بدأت أرفع ورق العنب أو كمية ورق العنب لانا سلقتها بالشكل ده وخرقتها على طبق جانبي وهيصيبه لحد ما يبتدي يبرد تماما في الوقت ده هنسيب ورق العنب يبرد براحته هنبتدي نجهز مع بعض خلطة المحشي الخلطة السرية اللي هنعمل بها محشي ورق العنب أحلى خلطة ممكن تعملها في حياتك لورق العنب بجد طحفة في البداية معنا المكونات بتاعتنا بصل مقطع مكعبات صغيرة وانا نقطعها بالسكينة مكعبات صغيرة أنا عايزاها كده ومعنا بصلة بقى مبشورة أو مفرومة فرمي ناعم هقول لكم هنستخدمها في ايه معايا كزبرة أو الخضرة بتاعت المحشي معايا الملح ويق البهرات ومعايا الرز المصري بتاعنا وعصير طماطم مضروب في الخلط بكمية قليلة من المية يبقى بصل مكتع مكعبات صغيرة بصلة تانية مفرومة أو مبشورة فرمي ناعم في كزبرة خضرة ويقى دونس وشبت معايا الملح ويق التوابل بتاعته ومعايا ملعقة كبيرة من التوم المفروم وهات الحلة بتاعتك وتعالي معنا على البتجاز معنا الحلة هنضيف فيها المادة الدهنية سواء الزيت أو السمن على حسب رغبتك أنا هنا استخدمت شوية من الزيت عليهم ملعقة كبيرة من السمن زي ما انت شايفة بالشكل ده أول ما تبتدي تسخان هنزل بيه البصل المقطع مكعبات صغيرة وهسيب البصل بتاعي يتشوح أو ياخد التحميرة المصبوطة هابتدي أقلبه كده لحد ما يتحمر معايا وما تخليش النار عالية جدا خلي النار وسط علشان البصل بتاعك يتحمر وياخد لن حلو ويستوي لكن لو خلت النار عالية هيتحرق منك ومش هتاخد منه أي طعم ولا أي ريحة لازم تكون النار بتاعتنا متوسطة خدي مني كل النصايح في الفيديو ده هتطلعي بأحلى خلطة محشي ممكن تعملها في حياتك بعد كده أول ما البصل بتاعي أخد بأدابلان كده وياخد اللون المحمير بتاعه هابتدي أنزل بيه الملعقة الكبيرة من التوم المفهوم وقلبها كويس وعلى طول أول ما التوم بتاعنا يبتدي يطلع الريحة الحلوة بتاعته هننزل بيه عصير الطماطم على طول كده زي ما انت شايفها ويقلب الطماطم كويس جدا مع البصل والتوم وبعدين هضيف الملح والتوابل والبهارات بالشكل ده الملح هتزبطيه على حسب رغبتك أنا ضفت ملعقة صغيرة من البهارات السبعة وكمان ملعقة صغيرة من كل حاجة من الفلفل الأسود والكمون والكسبرة النشفة ملعقة صغيرة من البابريكا والكركم هنسيب الصلصة بتاعتنا لحد ما تتسبك بالشكل ده أو تتقل زي ما انت شايفها بالشكل ده وبعدين هكون عندي غسل الرز مووم صفية كويس جدا من الميا هبتدي أضيفه على الصلصة بتاعتنا بعد ما ضفنا الرزة على الصلصة هلنبتدي نقلب الرز كويس جدا مع الصلصة بالشكل ده قلبي بالشكل جيد جدا ومتقلقيش من كمية السويل دي الرزة هيتشربها لأننا فارمين الطماطم بأقل كمية من الميا بعد كده لسه فاضل عندي البصلة المبشورة أو المقطعة ناعم جدا كمان هنضيف عليها ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكسبرة الناشفة أو نص ملعقة صغيرة لأن احنا مستخدمين بصلة صغيرة أو كمان ممكن تضيفي ملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة من البهرات السبعة وتكتفي بكده هنبتدي نقلب البصل كويس جدا مع التوابل دي والملح أو ندعاكها بيدينا كده لحد البصل ما يبتدي ينزل الميا بعد كده هضيفها فوق الخلطة دي بصراحة دي خطوة لو عملتها هتفرق معاك جدا في طعن المحشي وهتوديه في حتة تانية جرى بيها وان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها وتعملي بها خلطة المحشي لأي نوع من المحشي بصفة مستمرة قلبت البصلة كده كويس جدا مع خلطة المحشي مع خلطة الرز والتسبيكة بعد كده هنبتدي نضيف البهراء الكزبرة الخضرة والشبت والبقدونس الأخضر أنا غسلته وصفيته كويس جدا من الميا وغسلها كويس جدا لأننا لازم أي ورقيات لازم تخسلها كويس جدا جدا وكمان في الآخر هتجيب طبق في شوية ميا وتضيفي علامة العقة كبيرة من الخل وتسبيهم شوية وبعد كده هتصفيها وتخسليها ده يضمن لكي نضافة أي ورقيات بتستخدميها في الأكل بتاعك مهمة جدا زي ما قلتلك وبنضيف الخضرة دي في الآخر علشان تحتفظ بشكلها وبلونها الحلو زي ما انت شايفها بالشكل ده كمان الرز تشهرب كل السوائل اللي كانت موجودة وده يعني نجاح خلطة المحشي بتاعتك يبقى خلطة المحشي بتاعتنا عشان تكون نكحة لازم تكون مفيش فيها أي سوائل والرز بتاعنا تشرب كل السوائل والطعم اللي موجود هتاخدي أحلى خلطة محشي ممكن تعملها في حياتك وبكده نكون خلاص خلصنا خلطة المحشي بتاعتنا عايز اقولك لو كمان لو لقيت شوية من السوائل البسيطة في المحشي بتاعتك في الخلطة هدي اطفي النار خالص اطفيها خالص وغطي الحلة بتاعتك واسبيها لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق هتلاقي الرز تشرب أي سوائل زيادة هتكون طبعا كمية بسيطة يعني ده لو كمية بسيطة بعد كده خلاص كده احنا عندنا الخلطة بتاعتنا جاهزة والحلة بتاعتنا اللي احنا هطينا فيها الفرشة هقولك الفرشة دي عبارة عن إيه عبارة عن عيدان اللي انا أخدتها من الورق العنب حطتها تحت خالص وبعد كده قطعت بصلة شرائح وطماطم وفلفل أخضر ما قطعهم شرائح ورصتهم بالشكل اللي انت شايفها ده عاطي شكل حلو كمان الفرشة دي مهمة علشان المحش بتاعتك ما يتلسعش من تحت أو ما يتحرقش بالإضافة إن ريحت وطعم الفرشة دي بتكون جميلة جدا جدا مع المحشي وكمان بتدي الشكل حلو في الآخر بيفتح النفس بعد كده هنبتدي نلف المحشي بتاعنا ورقة العنب ورقة العنب بيكون لها جنبين جنب بيكون خشن شوية والجنب التاني بيكون ناعم الجنب الخشن ده اللي هنحط عليه الرز أو الخلطة بتاعتنا وهنبتدي نقفل والجنب النعم هو اللي بيكون ظاهر في الشكل الخارجي زي ما انت شايفة بالشكل ده لأن ده اللي بدينا النتيجة النهائية في الآخر لشكل ورق العنب بيكون كله بشكل حلو زي ما انت شايفة كده وكمان ضيفي كمية الرز المتناسبة مع ورق العنب ما تخليشه الرز زيادة قوي ولا قليل قوي علشان يستوي بشكل كويس لأن كمان حجم الرز بيزيد مع السوا ابتدي رصي زي ما انت شايفة كده الحلة بتاعتك واستعيني بالله دائما دايما ما نيجي نعمل أي حاجة نستعيني بالله ونذكر ربنا وده هيفرق جدا معانا في أي حاجة وربنا يعينكم جميعا على كل حاجة بتعملوها في حياتكم واستعيني بالله واذكر الله لما تكوني بتعملي أي شيء علشان ربنا يعينك وكمان يوفقك في الحاجة اللي انت بتعمليها وتطلع معاك كويسة جدا صدقيني والله الذكر ربنا والاستعانة بالله في عمل أي شيء سواء الطبخة أو سواء بتعملي أي حاجة في بيتك ده بيكون له سبب كبير جدا في ان ربنا يعينك بدون تعب ويعينك ان انت تخلص كل مصالحك والحمد لله على كل حال وربنا يعينكم جميعا على كل مصالحكم وتعملوا أحلى أكل من إيديكم لأحبابكم والأهلكم والأسرتكم بعد كده احنا كده خلاص هنبتدي نرس حلة ورق العنب وكمان راعي ان انت ترس بانتظام ده مش عشان الشكل بس ولكن كمان علشان لما بتضيفي كمية المرأة بتخلي كمية المرأة تتغلغل داخل المحشي كله أو الحلة كلها وكمان هيساعد على التسوية المظبوطة بتاعتك يبقى لازم نرس المحشي بتاعنا بشكله كويس وكمان عشان لو هتقليبي محشي ورق العنب يكون شكله مرصوص بالشكل كويس يفتح النفس لأي حد وبكده نكون أخذنا كل النصائح للف محشي ورق العنب ودي الشكل النهائي ده بعد ما خلصنا كل كمية بتاعتنا قطعت جبت لمونة كبيرة وقطعت غسلتها الأول طبعا وقطعتها شرائح صغيرة شرائح زي ما انت شايفها بالشكل ده كده وحطتها فوق المحشي بتاعنا بدي في النهاية طعم جميل للمحشي هنا بتديت أجهز المرأة اللي أنا هسئي بيها المحشي بتاعي المرأة دي عبارة عن هي مش مرأة شربة ولكن لو في مفيش عندك مرأة لأي نوع من اللحوم سواء لحم سواء مرأة لحم أو لحم أو فراخ أو شربة أي نوع يعني لو مفيش عندك شربة المرأة دي هنجهزها مع بعض وهي عبارة عن مية فيها طمط مية مضروبة في الخلاط وكمان ملعقة من الصلصة وملح وبهارات مشكلة وورق لورة بيكون طعمها حلوة جدا بعد كده ابتديت أضيفها على الحلة بالشكل ده وراعي إن كمية السائل بتاعتك ما تعدش الطبق اللي فوق يعني بتكون تحت تحت أول صف بالزبط ولما تميل الحلة بتبان بعد كده استخدمت الطبق اللي انت شفتها ده حطيته قبل ما أسوي المحشي وورق العنب الطبق ده بيساعد أو أي حاجة عندك بتساعد إن انت بتضغطي المحشي بتاعك فبالتالي المحش بتاعك ما بيفكش وكمان بيساعد على التسوية المزبوطة بحيس يكون المحش بتاعك ما يفكش معك ويكون آخد الشكل بتاعه المزبوط بعد كده هسيب المحش بتاعي على درجة حرارة عالية أول عشر دقايق بعد كده هبتدي أخل درجة الحرارة هادية جدا وغط عليه وأسيبه براحته ساعة ساعة ونص الحد ما يبتدي يستوي ياخد التسوية بتاعته المزبوطة ونصيحة ما تفتحيش كل شوية الغطة على الحلس بها لحد ما تستوي براحتها تماما ولكن تخلي درجة الحرارة منخفضة جدا بعد كده ما خلصنا عشان تقلبي محش وورق العنب ويكون معاك بالنتيجة دي زي ما هو طالع معايا أول ما تطفي عليه النار خليه متغطي حوالي خمس دقيقة أو عشر دقيقة خلي الحلس متغطية بعد كده شيل الغطة ويبتدي اقلبيها في الطبقة والصينية اللي هتقلبيها عليه وبرضو خليها شوية كده لحد ما كل المحش بتاعك ينزل معاك بالضبط زي ما انت شايفة كده ده شكل محش وورق العنب بعد ما قالبناه طبعا العيدان اللي على الوش دي هنشيلها بس أنا عايزة وريكي شوفي محش وورق العنب طالع معانا إزاي والحلة كمان مفيش فيها أي حاجة ومش محرقة من تحت ولا أي شيء زي ما ورت هالك هنبتدي نشيل العيدان دي بالراحة كده طبعا الريحة كانت جميلة جدا وتفتح النفس وده شكل الطبق النهائي بتاعنا بتاع محش وورق العنب طبعا محش وورق العنب شكله بتكلم عن نفسه عايزة أقولك لو استفدت من الفيديو ده بأي معلومة اضغطي على زر أعجبني لدعمنا ودعم القناة وكمان شارك الفيديو ده مع أي حد تتمني أن هو يتعلم الطريقة وتطلع معه حلوة أو أي حد بحب محش وورق العنب عايزة أقولك أن التسوية 100% مصبوطة ناجح بكل المقاييس جربيه ولو عجبتك الطريقة واستفدت منها ارجعي تحت الفيديو وكتبي التعليق الحلو اللي شجعنا أن احنا نستمر في تقديم المزيد من الفيديوهات والمزيد من المعلومات عن الطبخ في القناة عشان أفيدك وأفيد غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته